سأتوقف مع هذا التصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن الذي قال أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل ثابتاً وقوياً بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إلى هذا المدى يبدو الديمقراطيون خائفين من هذه الانتخابات؟ بعد التحية لك تامر زميل العزيز بالفعل الديمقراطيون مصممون على الدعم الكامل لأوكرانيا كذلك الجمهوريون هم عكس ذلك تماماً تحدث رئيس الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي تامر بأنه لن يكون هناك دعم أو كما تحدث شيك على بياض لأوكرانيا إذا ما استحوذ الجمهوريون على مجلس النواب وكذلك العاشرة أو ثلث مجلس الشيوخ هنا في الولايات الكثيرة المتعددة يذهب بشكل مكوكي الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي وأيضاً يأخذ الرئيس السابق باراك أوباما تامر في دعم الديمقراطيون والذين على ما يبدو من استطلاعات الرأي حظوظهم لن تكون بالسهلة في هذه الانتخابات التي تقول الأخبار هنا على سبيل المثال رويترز تحدثت اليوم بأن حوالي 10% فقط من من أعمرهم دون 40 عاماً هم من يؤيدون فقط الديمقراطيون هذه الانتخابات الأهمية كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تأتي فقط بأنها أعداد كبيرة من المقاعد سوف تتغير ولكن أيضاً القرارات والبيت الأبيض وما سيصدر من البيت الأبيض سوف يكون مكتوب له إما الاستمرارية في كما تحدثت زمين العزيز في دعم أوكرانيا والملفات الأخرى أو إذا ما استحوذ الجمهوريون سوف يعيقون كل القرارات المتبقية في العامين القادمين بالنسبة للرئيس الحالي الرئيس جو بايدن هل هي إعاقة لقرارات الحزبية أم لتوجهات الدولة؟ هذا سؤال غاية في الأهمية لم أعتقد أنه الاثنين معاً الاثنين معاً حيث أن القرارات الحزبية كل في موقعه يتحدث بأنه هو الأصخ الحزب الديمقراطي يرفع لواء بأننا داعمون لأوكرانيا إذا كانت نتحدث عن القضية الأوكرانية أيضاً يتحدث أن عشرة ملايين فرصة عمل قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منذ عامين تقريباً للشعب الأمريكي ولكن على الجانب الآخر أيضاً الحزب الجمهوري يعني ينتقد تماماً كل وإن كان قد وافق على المساعدات التي زادت تامر حوالي 18 مليار دولار أمريكي وما زالت مستمرة وإن كان هناك موافقة ولكن هي موافقة على مضض من الحزب أو من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولكن ليس هناك أي رضا على الإطلاق من الحزب الجمهوري على الإدارة الأمريكية وما تتبعه في المسألة الاقتصادية وما شبه ذلك وأيضاً القضية أو الروسية الأوكرانية كل هذه الأمور سوف تكون أيضاً تنتهي أعتقد هذه المؤشرات تتحدث بذلك سوف تنتهي بمجرد وصول الجمهوريون إلى مقاعد مجلس النواب سوف يكون هناك يعني عائق كبير لقرارات الرئيس جو بايدن وبالتالي يمني الجمهوريون أنفسهم بأنهم هم من سيتبوؤون سدة المقاعد وأيضاً هذا ما دعا الرئيس السابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمني نفسه ويعلن ويتحدث بأنه يفكر بل هو بالفعل سوف يتقدم للانتخابات في عشرين أربعة وعشرين وهل هذا هو ما أعطى هذه الصبغة لهذه الخركات التي استهللت بها حديثك بأن هذه الدعاية ليست بكاملها لانتخابات التجديد النصفي وكأن الرئيس الأمريكي يمهد الانتخابات الرئاسية القادمة هل هذا الطرح له وجاهة داخل الشارع الأمريكي؟ مئة في المئة تمر بالفعل الناخبين هنا يعلمون بأن ما يجري هو استقطاب لهم الحالة الاقتصادية هناك أكثر من استطلاع للرأي أكثر من ستين في المئة من الشعب الأمريكي فقط يعول على الحالة الاقتصادية ويتحدث عن المشاكل الاقتصادية والجانب الآخر أيضا يتحدثون عن طيب ياسر هذه الحالة الاقتصادية وما شابه ذلك صحيح اسمح لي ياسر هذه الحالة الاقتصادية ألم نتحدث أن مرجوعها نتيجة لهذه الحرب الروسية على أوكرانيا وهذا الموقف في هذا الصراع وهذا الاستقطاب وبالتبعية كان هناك هذا التأييد المطلق لهذه العملية العسكرية أقصد العملية المضادة وهي عملية التأييد لأوكرانيا بدعمها للمال ألا يعد هذا الارتفاع هو السبب وبالتباعي على المواطن أن يتحمل نتيجة هذا التأييد أيضا هذا الطرح ما هي وجهته عندك وجهته تامر هذا هو ما يتبنىه الديمقراطيون والإدارة الأمريكية لكن على العكس تماما تحدث زعماء الحزب الجمهوري والشارع الأمريكي ممن يعني عانوا في الفترة الماضية أو السنة الماضية إلى الآن بأن لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم كل هذه المساعدات وكان لابد من حل آخر الرئيس السابق أيضا دونالد ترامب قد تحدث ودخل على الخط كما يقولون وتحدث أكثر من مرة أنه لم يكن هناك لفلاديمير بوتين أن يهاجم دولة في وجوده وهذا ما تحدث عنه أيضا في CNN وحديثه للصحفيين في أحد الولايات بأنه ما كان لفلاديمير بوتين أن يغزو دولة في فترة حكمه وهذا ما حدث في ولاية جو بايدن إذن ما طرحته متمر هو ما يتبنه الديمقراطيون ولكن على عكس ذلك وإن كان هناك تأييد في مسألة المساعدات العسكرية نعم كانت الأصوات داخل حزب النواب وحزب الشيوخ لم تكن الفروقات كبيرة لم يكن الدعم كبير وقد يكون الجمهوريون في هذه الحالة كانوا فقط يحاولون أو يتصورون أن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تنتهي بالمساعدات الأولى بحوالي 660 مليون دولار أمريكي وما شابه ولكن استمرار الحرب إلى كل هذه الأشهر وهذه الأموال التي تضخم من ضرائب المواطن العادي هي ما غيرت الصورة وأيضا ما أنتجت أنه يعيش المواطن الآن على زيادات كبيرة يصحو كل يوم اللي يجد الفدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ولا يعلم إلى أي مدى سوف ينتهي هذا الأمر جوريم باول أيضا تحدث منذ أكثر من لقاء مع الصحفيين بأن رفع سعر الفائدة ومحاصرة التضخم سوف يأتي على العائلات كان هذا الأمر فقط مقصور على رأي الديمقراطيين في البداية ولكن الجمهوريون كانوا في البداية يؤيدون هذا الطرح ولكن سرعان بعد استمرار لمدة أشهر الآن الحرب الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوكرانية يعني ضاق زرعا الجمهوريون ووجدوها باقتراب الانتخابات النصفية زريعة أو سببا وجيها لمواجهة الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي